موسيقى 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 معناه بش تبدل الوضع متاعنا اليوم فهمتني انا انا ادعى رئيس الحكومة انه يزيد معناها ندعوه معناه يعمل حجر صحي شامل كما الموجه اللوله خدرك يعمل حجر صحي شامل الحالية لكلها معناها نقصت فهمتني اه كهوه ذي والله انا بنسبة للتابعة داكتب من الاربعة هذا مو مسألة خيالية باعتبار ان قاعد يصير الاختلاط وتقرب الناس في وسائل النقل وفي غيره يعني ما عنده حتى قيمة ما عنده حتى قيمة ثم انه معناه تعطيلة لامدة عاشت ايام عاشت ايام الوه بش ما حلم الاعراب يعني دخلت لامدة كما تحب تنقبلها من العام وهذا كله معناه يصب فيما يصب معناه اضعاف معناها المساوة تحت تلميذ داكتر اقل عام نون من مارس حتى تقريب السيف يعني ما قرأوا شي نص عاما ما قرأوا شي سنينه نفس الفينومان دخلوها مشروه كراتب يشروه كذا يشروه معناها ادباش وفيما بعد معناه يرتاحوا هوا سيئة جماعة اللي عندهم المبيعات هذة ما هوا ما باعوها منتو ببارنشو يرتاحوا يعني القرأة اللي هي هام شي هذا مش هذا يعني ما يش مسألة معناها ما نصورهاش معناها فيها حتى مرضودية ثم انه يعني يعني نحب ان نشير الى نظام التعليم نظام التعليم هو بنفسه فارغ مبنى على اشياء هواهية وزيدانه التلميذ يعني تعطلوا ما تخليش يقرأ اش بشي اثر له هذا اش بشي خرج منه بشي خرج حد شي بشي خرج يعني كان بشي خرج بشهر مستوى سفر ولا قريب من سفر وما فماش يعني بينه وهذا هي السياسة الخبط فاها يعني الدولة بما فيه معنى رأس حكومة سياسة عشوائية ما هيش مبنية على أصوص صحيحة بما فيه من يدام التعليم في حد ذاته بما فيه معنى يعني الاقتصاد وغيره وغيره يعني نشوف احنا نقصوش كان على المستوى معنى هالتلام ذا برك يعني نقصو على التعليم برك نقصو في الحادة الاقتصادية الناس ضربها صبات الناس طوى شكون فاما شكون عرضي معناها قال لي انا بش نبت بشرة انا ما عنديش مناخد موفنان ماذهلا قال لي انا ما عنديش مناكل مسكيني لقاع عاد صاري كذا يعني الاقتصاد طوى معناها اللي الناس اللي عايشة معناها سواء كان شهرية مجيب كافياته او الغلامتها الماعيش جيسة كرة مثلا الاسواق الاسبوعية اللي هي كان معناها يأخذ بسوء مرخيص وكذا وتخليها تضطر بالشيشة معناها من المضاربين وغيره يعني بأسوام غالي زياد علي ذلك عطلت انتا الناس اللي كانوا يخدموا معناتها يدبروا فيروسهم وكذا جي بش بش يعيشوا بش يعيش محيطة يعني اذن هذا حتى الاقتصاد هذا وغيره يعني هذه يدل وهل السياسة المنتهجة من طرف الحكومة يدل اللي كون الحكومة تتخبط في سياسة عشوائية ما عندها حتى قيمة